طيب الاتحاد اسم كبير وسيدي البلد وهو احترام كل الانديان الموجودة في اسكندرية هو نمبر وين طبعا وهو كان جايب فيه لعيبة يعني نوحكينا عليها عايزين حلقة عشان نتكلم عليها طبعا انما كانت بطولات وقليلة ليه بطولات في الكاس في الكاس اه وده يمكن لنا يعني مستغربه صراحة هذا الاتحاد بيمثل كيان كبير جدا في محافظة كبيرة محافظة اسكندرية ومكانه الطبيعي ان هو يكون مع الفرق الكبير اهل الزمالك لما ربع زهبي ينافس كمان عدوري او كاس بزبط يعني انت لو هتتكلم عن الانديان الكبرى لأهل الزمالك الاتحاد باعدين طبعا يعني فكنت مستغرب ان الاتحاد ما بينفسي على المركز اللي زي دي وكان دايما يعني مركزه يا وسطي يابي ينافس من الخروج على النزول لدرجة التانية ليه ليه ديت اولا الامكانيات كانت تتحكم امكانيات المادية البشرية لان احنا التمويل بتاعنا كان امتويل ذاتي اي ما امتويل تمويل ذاتي بس اسم الاتحاد اسم كبير ما هو الاسم كبير بس من بعد مجموعة اللعبة التقيلة دي اه بادا الكيرب ينزل الكيرب ينزل والاحتراف خد منك افضل لعبيد اه ما هدي الاحتراف ده اه الاحتراف خد منك افضل لعبيد بالاضافة ان متنساش ان الامكانيات المادية دلوقتي اصبحت في فجوة كبيرة جدا بنقندية بسبب الامكانيات المادية ده بين اللعيبة بينه وببقى واللعيبة النهاردة اللعيبة النهاردة صراحة اول شيء بيجزب انظاره هو المادة المادة بتتكلم مش احنا بس هنا في العالم طبعا في العالم كله طبعا هي خبأت صناعة بقيت صناعة بالزبط كده ورأس مال كبير جدا جدا واللعاب يروح للأفضل فنيا وماديا فتم التفريغ يعني كل الأندية انت هتشوف دلوقتي نادي الاتحاد تم التفريغ من زمان كل النجوم دي ابتدوا يروح النادي الأهلي يروح النادي الزمالي بعد الاحتراف اللي هو سنة التسعين لما فتحوا الكابتن جهر يعني كم كبير جدا جدا ترك نادي الاتحاد لكن نادي الاتحاد أنا في رؤيتي ان من الأندية اللي لابد ان يبقى له مكانة طبيعية من ضمن الفرق الكبيرة ده المفروض يعني ويتم التخطيط ده ويمكن طبعا صديقك الحجم حامل السلحي اه طبعا يعني هو صراحة عنده طموح ده بس كيفية تنفيذ آلية ده مهمة جدا جدا محتاجة شغل جدا اه محتاجة شغل ان النهاردة برضو حتى هو الحجم حامل السلحي ما بيبخلش على نادي الاتحاد يعني حتى في ظل النهاردة توفروا الامكانيات لان هو مفر امكانيات جيدة جدا تعرف نادي الاتحاد دلوقتي اللي عنده نادي الشضي والنادي اللي هو اتعامل جديد اللي هو في سموح فطبعا يعني عمل جذب كبير جدا لأعضاء نسبة كبيرة جدا ونسبة كبيرة جدا لا هو ما بيبخلش بأي حاجة بصراحة على نادي فهو يستحق صراحة مكانة لكن كافية تخطيط وتنفيذ ده مهمة جدا في الرؤية الفنية طبعا انت شايف الفترة اللي جاية ممكن نادي الاتحاد يرجع أقوى من الأول لو تم التخطيط ليه بشكل كويس جدا وتنفيذ بشكل كويس جدا ما عدش مع الحاجة محمد مصلحي واتكلمت معك في الموضوع ده بيععد معك تيه صراحة وبتكلم لان انا برضو مهما طلعت ومشيت ودربت برا فانت اول سؤال بتسأل علي في الشارع انت فيه من الاتحاد انت فيه من الاتحاد لا مش كمان الاتحاد عمل كده ليه دليل يا طارق انت قعدت 14 سنة كابتن ده جزء جبيرك من تاريخك وانت فيه من النادي الاتحاد ومبتنساش انا صراحة لما بدأت مسيرت التدريبية بدأتها برا وانت عارف انت لما بتبدأ برا وتكبر فانت بتكبر في نديك طبعا هتجيلك فطرة تروح نديك هتجيلك فطرة لكن انا اخترت ان انا انفاصل ما استناش الدور زي ما بيقولوا يعني انت عاوز تكبر برا وبعدين تيجي على الاتحاد كبير بالضبط في ظروف احسن لان انا في دماغي يعني ان لما اجع اتولى ندي الاتحاد لازم يتحق تبعد المسؤولية لازم يتحقق اللي ممكن ما يتحققش مع ندي الاتحاد ندي الاتحاد يتحط في مكانة جيدة جدا 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 ها يتنافس ينافس الفرق الكبيرة يعني قصلي يحصل نقلة كبيرة في نقل ندي الاتحاد وده كانت تلعبه كبيرا فنيا وده يمكن رؤيتي لنادي الاتحاد انت مخطط لنفسك كده ويستحق كده انت مخطط لنفسك كده يعني ندي الاتحاد ليه دين علي واحنا برضو النادي الاهلي كل واحد ليه دين علي النادي بتاع ولولا النادي بتاع لما هيطلبني مش هتأخر عنه طبع مش هتأخر بس بشرط الظروف تكون جيدة ترجمة نانسي قنقر